الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن يتعهد للاميركيين والعالم اجمع بترميم سياسة المتشنجة التي اتبعها سلفه الجمهوري دونالد ترامب في محاولة منه لاعادة الموازين الى نصابها الطبيعي الذي داب عليه رؤساء الولايات المتحدة من الديمقراطيين تحديدا من خلال تعهده بتنفيذ حزمة قرارات رئاسية مهمة سبعة عشر امرا رئاسيا على طاولة بايدن اذا قد تغير خارطة العلاقات الاميركية بالعالم والتي لاقت اشادات داخلية وخارجية ابرز ان لم يكن اهم هذه الاوامر الرئاسية وثق متابعين الغاء مرسوم حظر الهجر المثير للجدل الذي اعتمده ترامب لمنع رعاية دول ذات اغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة فضلا عن تعليق اعمال بناء الجدار الفاصل بين بلاده والجار المكسيك وتعهد بالعودة الى اتفاق باريس حول المناخ والغاء انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وغيرها من القرارات التي تعد بحسب خبراء البلسم لتضميد الجراح الدولية التي نكأها دونالد ترامب وتبقى ردود الافعال المرحبة بحزمة القرارات التي تعهد بايدن بتنفيذها فور وصوله الى المكتب البيضوي تترقب اميركا جديدة قائدة ودودة وليست قائدة لدودة قمارب